التقاعد والتقاعد المبكر في بادرة نتكلم لتقليل من ظهرة التقاعد المبكر عددت المؤسسة العامة للتقاعد سلبيات التقاعد المبكر مشيرة إلى أنه يقلل من المتقاعدين أيضا فرص زيادة المعيشة والمعاش التقاعدي ومؤكدة عبر تغريده في حسابه في موقع تويتر أن التقاعد المبكر يقلل من فرص زيادة المعاش التقاعدي والاستثمار في جميع مدة وظيفتك حتى آخر لحظة لتكون نتائج كبيرة وأيضا جهدك أيضا بعد تقاعدك وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الإخصال الاجتماعي الدكتور عبدالله الحصان دكتور عبدالله مرحبا فيك يا تكي العافية أهلا نمسك الله بالخير ومسك عليك وعلى كل الموجودين خلف الشاشة اليوم نتكلم على تقاعد المبكر لماذا يحتاج الموظف إلى تقاعد المبكر التقاعد المبكر شوف هو استاذ رال الموضوع يعني ما نقدر نحدد الأسباب بدقة لأنها تختلف من شخص إلى شخص في أشخاص أحيانا بعد ما يكون في مجال عمله يظهر اختلاف واختلاف في الميول أو اختلاف في زي ما تقول الاهتمامات فكثيرا من الناس لما يكون في بداياته في الجامعة يختار تخصص ولكن بعد فترة من الزمن يشوف أنه اتجاه راح المكان ثاني فيفضل التقاعد المبكر والاتجاه لهذا النوع أو أن نسميه الرغبة الجديدة أو النوع الجديد من الاهتمام فإذا أخذنا على سبيل المثال ما عليش يعني أحيانا يدرس الإنسان علم ويكون موظف في نفسه لكن اهتمامات وغير يعني خلنا أخذ مثلا حضرتك الآن أنت كمقدم وكمديع وكأعلامي مو كل الإعلاميين الناجحين من خارجين الإعلام فأحيانا يصير عند بعض الناس لما يجي يتقدم يشوف أنه قد يبدع في مجال آخر فيقدم على التقاعد المبكر ويتجه هذا سبب فيه سبب ثاني أنه هذا يعني ناس قلة يقول لك يا أخي أنا أديت اللي عندي أو أحس أني ما أقدر أقدم أكثر وأفضل أنه خلاص يعني بعد 25 سنة عمل أنه أرتاح فعدة أسباب تؤدي إلى التقاعد المبكر ما يمكن حصرها إلا من يعني بالضبط والش اللي هي غير هالأسباب الرئيسية يعني من تغريدة المؤسسة العام للتقاعد ذكرت كأنه في زيادة في التقاعد المبكر يعني مما جعلها تحذر أنه قد يعني يعني هل تعتبر ثقافة التقاعد المبكر هذه سلبية ولا لا والله شوف كناحية اجتماعية أنا أقول لك يا غير مثلا ممكن مصلحة التقاعد أو أن تشوفها من ناحية مالية لكن أنا أحكي لك من ناحية اجتماعية طبعا قد أحيانا ينشط في بعض المجتمعات وهذا شي طبيعي يعني يكون مثلا في ظاهرة يتجه لها أشخاص كثيرة ولكن لابد أننا نحط بالحسبان أنه أحكيها لك من ناحية اجتماعية أنه الإنسان ما يقدم اجتماعيا على هذه الخطوة إلا يكون دارسها دراسة تامة لأنه أنت تشوفها سلبية ولا لا؟ من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ إذا كان الإنسان شوف أخوي إذا الحين مثلا موظف وشوف أني مشانا أقدر أبدع ولكن أني أتقاعد والمجهول أنا أعتبرها أنه خطأ طيب ما ليش طالع أمريك ولكن كذلك أنا إذا كنت أشوف أني أنا ممكن أبدع في هذا المجال وعند المقومات وجربت هذا المجال هذا إيجابي عندك أنا أعتبر إيجابي وغير كذا لا طبعا سلبي طيب أنا أجي أتقاعد مثلا لأنه خلنا يكون واضحين زي ما تكلمت أنت التقاعد أنه هيكون فيه خصم كثير في دخل الإنسان طبعا الحياة وارتباطاتها وأمور الحياتية طبعا لما تقل راتبك أنت تقصد عندك مشروع بعد التقاعد أوكي ممتع؟ طبعا لكن ما عندك مشروع هذه المشكلة لا يستاذني أنا أتقاعد لأنه أي تقاعد بيقل راتبك بيقل دخلك تروح المجهول أنا أعتبره أنه خطأ أتكلم برضو أنه في السابق كنا نسمع أنه يليت يحطون تقاعد مبكر عشان نلقى وظائف للناس المخرجين الجدد طبعا اسمعني ما في أي موضوع أي موضوع تناقشه اجتماعيا وليس ماليا إلا له سلبيات ولا إيجابيات التقاعد المبكر كمان له إيجابية مو أي موضوع بس سلبي أو إيجابي التقاعد المبكر لإيجابية أنه يفتح باب الوظائف لكثير أنت الآن قبل شوي عددت أنه الدوام المرن يفتح فرص وظيفية يعني من البرنامج طيب كذلك التقاعد المبكر ترى يفتح أبواب لخريجين كثيرين أنهم يتعينون يعني هذا السؤال يعني يمكن آخذ منك الإجابة لي إيجابيات التقاعد المبكر أكثر ولا سلبيات على حسب الشخص انتبه في بعض الأمور خلينا نحكي بوضوح الأمور الإنسانية اللي مرتبطة بالإنسان ما تقدر مثلا تقول هذا أكثر من هذا لأنك تتعامل مع متغيرات إذا كنت أنت يعني ما تقدر تقول لك التقاعد المبكر إيجابي لا إيجابيات ولا سلبيات ولكن تجي للحالات نفسها إذا كان رجل أو امرأة حستت أنها ما تقدر تعطي أو أنه مثلا ممكن أنتج وجربت أنا أنه حمشي في المجال هذا أنا اعتبر إيجابية طيب دكتور عبد الله كيف يمكن الموظف ويمكن هذا أحد أسباب المشاكل الموظفين كيف يمكن الموظف أنه يجدد أفكاره يعني يجدد الأمور الخاصة في وظيفته يبتكر يطور شوف هي هذا الموضوع في علم الإدارة أو علم الإدارة ويمكن علم الإجتماع من العلوم المتشعبة في كل العلوم من ضمنها العلوم الإدارة علم الإدارة لازم يكون هذا من ابتكار من نفس الموظف أو نفس الشخص ولكن احنا ما نلغي دور أساسي اللي هو دور الإدارة الإدارة لابد أنها تعطي محفزات لابد أنه شوف القطاع العام القطاع العام لابد أنه يحفز الموظفين على الابتكار وهنا لما نشوف مثلا الرؤية كيف أنها بدت تدخل في هذا الموضوع وبقوة تحفيز القطاع الخاص تنظيم القطاع الخاص كلها هذه تؤدي إلى أن القطاع الخاص يستثمر في العقول وتنشيط العقول لإعطاء تطوير الأداء الوظيف الحكومي فهنا لابد أن تكون حاجة موجودة عند الموظف ولكن لابد أن تكون تشجيع من الإدارة نفسها نعم الأخصائي لاجتماعي الدكتور عبدالله الحصان شكرا جزيلا لك شرفتنا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم حياك اشتركوا في القناة